السلام عليكم متابعين الأوفياء ومرحبا بكم في هذا الفيديو المقطع الذي نشاهد الآن ليس فيه أي إحراج أو انتقاس أو تناقض أو نفاق خصوصا لمن قال أن المغاربة ينافقون جمال فكانوا يشجعوه ولكن مباشرة عندما خسر بدأوا الاحتفال مع ريكو فيرهوفن فهل هذا صحيح؟ أنا كرياضي وممارس للفن القتالية أرى أن هذا لا شيء فيه والحقيقة أن كل شخص يعبر عن ما بداخله بدون إحراج فالحقيقة وبدون كذب أو نفاق نحن جميعا شجعنا جمال بالصديق لكن أعجبنا بتحمل فيرهوفن في النزال وكذلك عندما نشجع مقاتل مغربي فعندما يهزم لا نفرح له بالهزيمة ولكننا قد نعجب بالمنافس أو بطريقة لعب المنافس أو بالتحمل أو الصبر أو الهجوم أو التقنيات أو أسلوبه في القتال وهذا لا شيء فيه المهم كان هذا توضيح وليس موضوع الفيديو وأما أصدقائي لموضوع هذا الفيديو سأتكلم عن تواضع بطل وكذلك عن المعسكر التدريبي الخاص بفيرهوفن بداية ريكو فيرهوفن أبدأ تزازه وافتخاره بهذا النزال ضد جمال بن صديق وقال بالتفصيل من أجل خوض نزال رائع ومتكامل فأنت تحتاج لخصم لديه القدرة والقوة لدفع نفسه ليلعب في أعلى مستوى وأيضا إعطاء كل ما لديه في النزال وهذا بالضبط ما فعل جمال بن صديق وأضاف ريكو سعيد لأننا أعطينا وقدمنا كل ما لدينا في هذا النزال وبما أنني ذكرت تواضع بطل ففيرهوفن يقول مخاطبا جمال بن صديق كان لي الشرف أن أشاركك الحلبة للمرة الثالثة قمنا معا بهذا الإنجاز التاريخي اعتني بنفسك وحافظ على صحتك يا بطل فها هو اليوم يصف جمال بن صديق بالبطل ولا ننسى أنه في الماضي القريب كان ينعته بسيء الخلق وقليل أدب ولكن بمعاملة جمال بن صديق مؤخر واعتذاره نلاحظ كيف تعامل معه بدر وريكو وعرف ريكو بنظامه التدريبي الجاد والمكتف للوصول لأعلى مستويات اللياقة البدنية لدرجة أنه كان يظهر وبالسمرار في المجلات المشهورة مثل مجلة الصحة والرجل وغيرها من المجلات وعرف كذلك ريكو فيرهوفن بتركيزه الشديد وحرصه الأشد على التدريب فقل قليل من المقاتلين من يمكنه أن يضاهي في ذلك ورغم كل ذلك ذكرت بعض المصادر الهولندية أن المعسكر التدريبي استعدادا لهذا النزال الأخير ضد جمال بن صديق كان أصعب معسكر مر به ريكو في حياته وريكو أيضا اعترف بقوة الأبطال المغاربة وبقوة جمال بن صديق وقال كان دائما والدي حريص على أن أتدرب وأن أكون بطل لقد احترمت ذلك بالفعل وها أنا اليوم أحقق رغبة والدي ووجهت كل مشاعري وطاقتي وقوتي للحفاظ على اللقب وهذه في الحقيقة رسالة واضحة لكل ممارس سواء مبتدئ أو محترف يسعى للوصول للقمة في الرياضات القتالية عليه أن يدافع عن المبدأ وعن رغبته في المواجهة بكل ما أتي من قوة بأحاسيسه ومشاعره وقوته ولياقته وبكل شيء حتى يصل للقمة إذن فأنصحكم أصدقائي إذا أردت أن تحقق الحلم لا تنظر للحاجز انظر للحلم لتتخطى الحاجز أشكركم على حسن المتابعة كان هذا هو موضوع الفيديو لا تنسون من فضلكم الاشتراك بالقناة لايك للفيديو وتابعوا كل جديد فيما خصت الرياضة وفن القتال ومرحبا بكم دائما في قناتي المتواضعة والسلام عليكم